في عام 1943 بين الثامن عشر من نوفمبر والفاتح من ديسمبر عقد مؤتمر طهران الذي شارك فيه كل من روسفلت وشيرتشيل وستالين كان اجتماعا استراتيجيا كان أول مؤتمرات الحرب العالمية الثانية الذي اجتمع فيه قادة الحلفاء الثلاثة الكبار الاتحاد الصوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة جاء القادة المؤتمر بأهداف مختلفة عندما علم النازيون بالاجتماع تبلورت خطتهم السرية لا يوجد سجل محدد لموعد وكيفية علم الألمان لأول مرة أن طهران مكان محتمل لعقد مؤتمر يجتمع فيه أعداؤهم الثلاثة الكبار في أواخر سبتمبر 1943 فور ذكر قادة الحلفاء لأول مرة في المراسلات لطهران بدأ النازيون في التحضير لمهمة سرية جديدة في طهران تسمى عملية نورما والتي سيشرف عليها سكورزيني ما هي عملية نورما التي كانت ستغير مجرى الحرب العالمية الثانية وبالتالي مجرى التاريخ ومن هو سكورزيني؟ كيف تم التحضير للعملية من قبل النازيين؟ وكيف اكتشفها الحلفاء في الوقت المناسب؟ وكيف التقى كل من روسفلت وسطالين وجيرتشيل في طهران؟ ولماذا؟ رغم كل خلافاتهم تابع ملخص اليوم لكتاب المؤامرة النازية الذي نشر في يناير 2023 من تألف براد ميلتس وجومينج لتغوص معنا في عمق أحد أكبر العمليات السرية النازية في الحرب العالمية الثانية من خلال مزيج من الإنقلابات الاستخباراتية والإستراتيجيات العسكرية والحظ دول التحالف ضد دول المحور رغم أن الولايات المتحدة أعلنت الحيادة من الناحية الرسمية في الحرب العالمية الثانية إلا أنها شاركت فيها منذ بدايتها بتقديمها الدعم والإمدادات إلى الدول التي كانت تواجه قوى المحور ففي مارس 1941 وقع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفيلت على فاتورة لاندليز لإقراض أسلحة وإمدادات عسكرية للمملكة المتحدة دون تكلفة وكان هذا حاسما لبقاء بريطانيا في حربها ضد ألمانيا النازية كانت الولايات المتحدة ترمي إلى الحد من التوسع الياباني وتبنت سياسة الردع الرسمية ضد هذا التوسع وسيكون أسطول البحرية الأمريكية في المحيط الهادئ في هواي هذا الردع في سبتمبر 1940 وقعت اليابان الاتفاق الثلاثي مع ألمانيا وإيطاليا لتشكيل دول المحور علمت اليابان أن الولايات المتحدة لا تريد الدخول في حروب أخرى لذلك كان الاتفاق مع هتلر مقامرة استراتيجية لردع الولايات المتحدة عن التدخل في توسعها في السابع من ديسمبر 1941 شنت اليابان هجوما مفاجئا على القاعدة البحرية الأمريكية في بيرل هاربر في هواي وكانت النتائج كارثية القاعدة بأكملها كانت جحيما ووفقا للتقارير قتل أكثر من 2400 جندي وموظف أمريكي ودمر نصف الأسطول الأمريكي هناك بصرف النظر عن أهوال الهجوم نفسه كانت العواقب العالمية وخيمة فقد أسفر هذا الهجوم عن المشاركة الفعلية من جانب الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية في الثامن من ديسمبر 1941 صوت الكونغرس لإعلان الحرب على اليابان عندما أصبح وينستون تشيرتشيل رئيسا لوزراء المملكة المتحدة في عام 1940 كان هتلر قد قام بالفعل بضم أو احتلال معظم أوروبا كانت المملكة المتحدة الدولة الوحيدة المتبقية في أوروبا التي تقاتل ألمانيا أصبح دور المملكة المتحدة في الحرب أكثر تعقيدا في يونيو 1941 عندما غز هتلر الاتحاد السوفيتي تعهد تشيرتشيل على الفور بدعمه للسوفيات ووعد بأي مساعدة يمكنه تقديمها كانت المشكلة أن تكوين تحالف مع الاتحاد السوفيتي كان عملا معقدا إذ كان على تشيرتشيل أن يتعامل مع رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي جوزيف ستالين إذا تحالف مع السوفيتي وكانت بريطانيا ضد أغلب سياساته لذلك عندما انتشرت أخبار بيرل هاربر غمر تشيرتشيل شعور بالارتياح لأن الولايات المتحدة قد انضمت إلى الحرب فقد كان بحاجة ماسة إلى شريك وكان يرجو أن تكون أمريكا ذلك الشريك من جهة أخرى عند سماع هتلر عن بيرل هاربر تفاجأ تماما مثل تشيرتشيل وروسبلد فاليابان لم تقم حتى بإختار حلفائها لكنه كان سعيدا ففي الخطاب الذي ألقاه في الرخستاق لهئة البرلمانية الألمانية أشهد بنجاحات الجيش الألماني على الجبهة الشرقية على الرغم من فشل القوات النعظية في الاستلاء على موسكو أخيرا أعلن الحرب على الولايات المتحدة وهكذا تم تمهيد المصرح العالمي كانت قوى المحور ألمانيا وإيطاليا واليابان في حالة حرب مع الحلفاء الثلاثة المملكة المتحدة والاتحاد الصوفيتي والولايات المتحدة الجاسوس النازي بعد أن هاجم هتلر الاتحاد الصوفيتي في يونيو 1941 كانت إحدى أولويات الحلفاء هي تسليم الأسلحة والإمدادات إلى الاتحاد الصوفيتي وقد كان خط سكاك الحديدية العابر لإيران أفضل طريقة لتوصيل الإمدادات لصوفيت لكن رضا شاه حاكم إيران كان مواليا لألمانيا وعلاقته كانت ودية مع هتلر وكان النفط الإيراني يغذي آلة الحرب النازية المتنامية لذلك في أغسطس خزت قوات صوفيتية وبريطانية إيران من الشرق ومن الشمال مما أدى بسرعة إلى استسلام الحكومة الموالية لألمانيا تم عزل رضا شاه واستبداله بحكومة موالية للحلفاء كان فرانز ماير عميلا يعمل لصالح ألمانيا أرسل إلى هناك عام 1939 للتجسس على إيران لصالح ألمانيا لم تكن الحياة صعبة عليه في البداية لأن البلاد كانت مؤيدة لبلاده كما قلنا لكن بعد أن سقطت إيران تحت أيدي الحلفاء في يونيو 41 أصبح فجأة في أرض العدو فقد قطع الاتصال بين ألمانيا وحليفتها إيران لم يعد لدى ماير أي وسيلة للاتصال برؤسائه في برلين ومع ذلك رفض الفرار وبدأ دوره كجاسوس يتبلور أكثر ويصبح أكثر نشاطا وسيكون له دور بارز فيما سيجري لاحقا وخلال الفترة التي قاضها في إيران بنا ببطء شبكة من المتعاطفين وحول بعض السكان المحليين إلى حركة مؤيدة للنازية والسبب الآخر لبقائه هو ارتباطه بامرأة إيرانية من عائلة بارزة تدعى ليلى سانغاري في بداية عام 1943 تمكن فرانز ماير من إرسال مذكرة إلى برلين من خلال بعض الدبلوماسيين اليابانيين في طهران شرحت المذكرة ظروفه بإيجاز وقدمت معلومات حول جهات الاتصال التي يمكن أن تساعده في إرسال رسائل مستقبلية بأمان خلاف في الشراكة ومشاكل في التحالف قدر ستالين الدبلوماسية والإمدادات العسكرية من الولايات المتحدة لكن ما أراده حقا هو أن تشن أمريكا وبريطانيا هجوما مشتركا ضد جيوش هتلر مباشرة عبر القناة الإنجليزية إلى فرنسا المحتلة كان يعتقد أن هذا سيفتح جبهة ثانية وسيجبر هتلر على إعادة توجيه ما يكفي من قواته لمنح السوفيت فرصة لهجوم مضاد ضد النعزيين لكن ستالين أصيب بخيبة أمل شديدة في أوائل عام 1942 عندما أوضح حليفاه أنهما لن يشن أي هجوم لبقية العام فقد اعتقد شيرجل أن الدفاع الألماني في أوروبا الغربية كان ببساطة قويا للغاية استمر إحباط ستالين من قرارهم طوال العام مما أحدث شرخا في شراكة ولم يتمكن روسفيلت وشيرجل من حل هذه القضية الحاسمة في مؤتمر الدار البيضاء في يناير 1943 الذي عقد لتقييم الحرب والاتفاق على استراتيجيات عسكرية لبقية العام والذي أعلن فيه روسفيلت أن سلام لا يمكن أن يحل إلى العالم إلا من خلال القضاء التام على قوة الحرب الألمانية واليابانية ولن يتفاوض الحلفاء على شروط السلام ولن يكون هناك حل وسط لإنهاء الحرب شعر روسفيلت أن مؤتمر الدار البيضاء كان ناجحا لكن غياب ستالين حال دون حل القضية الرئيسية سبب الخلاف افترض ستالين أنه إذا لم تتمكن أمريكا وبريطانيا من محاولة هجوم عبر القناة الإنجليزية في عام 1942 فسيكون عام 1943 هو العام ولقد آمن روسفيلت بهذا أيضا وكان الأمريكيون مستعدين للمضي قدما في الهجوم لكن البريطانيين كان لديهم أسباب لرفض أو تأخير كل خطة أقنع مخطط الحرب البريطانيون روسفيلت بالتركيز على جبهة البحر الأبيض المتوسط فقد تمكنت قوات الحلفاء من تطهير شمال إفريقيا من قوات المحور وإذا عبروا البحر الأبيض المتوسط الآن وغزوا جزيرة سقلية الإيطالية فيمكنهم إخراج إيطاليا من الحرب وهذا يعني أن الهجوم عبر القناة الذي ينتظره السوفيت يجب أن ينتظر أكثر ازداد غضب ستالين من التأخير المستمر وهدد بالتفاوض على سلام منفصل مع ألمانيا إذا لم يفي روسفيلت وشيرشيل بوعودهما ولتجنب ذلك أراد روسفيلت عقد اجتماع ثنائي مع ستالين لإقامة علاقة شخصية وتأكيده أن أمريكا ملتزمة تماما بدعم السوفيت فقد خشي روسفيلت من أنه إذا التقى الثلاثة شخصيا وأظهر شيرشيل أي تردد فقد يفقد ستالين الثقة نهائيا في التحالف كان يعتقد أنه سيتوافق بشكل أفضل مع ستالين في غيئة بشيرشيل كانت العلاقة بين قادة الحلفاء تتطور بسرعة لم يكن شيرشيل ساعدا بالأخبار واعتقد أن شعب البريطاني سينظر إلى الاجتماع الفردي بين روسفيلت وستالين باعتباره إهانة للجهود الحربية البريطانية ربما استطع روسفيلت من خلال العديد من المناورات الديبلوماسية من الحفاظ على التحالف لكنها في الحقيقة كانت سلسلة من الأحداث العسكرية العالمية التي أصلحت المشاعر السيئة والخلافات داخل الحلف في يوليو 1943 غزت القوات البريطانية والأمريكية والكندية سقلية سقطت الحكومة الإيطالية في حالة من الفوضى وانقسمت بين التمسك بالتحالف الألماني أو محاولة عقد صفقة مع الحلفاء وكان الفصيل الموالي للحلفاء يفوز لكنهم كانوا يعلمون أنه ليس لديهم فرصة للتفاوض مع الحلفاء طالما ظل رئيس الوزراء موسونيني حليف هدلر في السلطة لذلك استبعده الملك الإيطالي من منصبه لإنقاذ إيطاليا من الخراب في تلك الأثناء فشلت الجيوش الألمانية على الجبهة الشرقية في عملية القرعة لتدمير كدلة من الجيش السوفيتي بالقرب من مدينة كورسك وفي الرابع من أغسطس حققت القوات السوفيتي انتصارا هائلا من خلال استعادة أورويل المدينة التي غزاها الألمان في أكتوبر أرسل روسفيلت رسالة لتهنئة ستالين على النصر ورد ستالين في الثامن من أغسطس وشكره وأعرب عن استعداده لتنحية خلافاتهم السابقة جانبا وترتيب لقاء بين الثلاثة هذه الأحداث وغيرها أزاحة الخلافات داخل التحالف وأعادته إلى المسار اتفق كل من روسفيلت وستالين وجرجل على اللقاء قبل نهاية عام 1943 تم اختيار إيران كموقع للاجتماع بين الحلفاء الثلاثة وكانت خيارا جيدا لأن القوى الكبرى الثلاث كان لها تمثيل هناك وبسبب الأهمية الحاسمة للسكك الحديدية العابرة لإيران كانت البلاد مؤمنة جيدا نسبيا ويمكن أن يسمح الموقع أيضا بسرية أكبر من معظم الأماكن في أوروبا أو بالقرب من البحر الأبيض المتوسط وكان من المقرر عقد الاجتماع في أواخر نوفمبر أثار تشيرتشيل موضوع الأمن وأهمية الحفاظ على سرية التاريخ والمكان والتفاصيل الأخرى واقترح أن يقوم باستعدادات دقيقة في القاهرة للتخلص من الصحافة العالمية وللتمويه أثناء التحذير للمؤتمر الفعلي سرا وإغلاق الموقع الحقيقي للاجتماع في طهران اختارت ثلاثة يوريكا ككلمة رمزية لأول اجتماع شخصي لقادة الحلفاء الثلاثة البعثة النازية في إيران لنعود الآن إلى الجاسوس النازي في إيران فرانس ماير في مارس من عام 43 اجتمع المسؤولون النازيون للاحتفال بخطة جديدة وكان ضيوف الشرف ستة شبان كانوا على وشك الشروع في مهمة سرية للغاية كان هؤلاء الشبان على قدر كبير من التدريب في العمليات الخاصة وخاصة عمليات الإنزال بالمضلات المهارة التي سيحتاجونها قريبا لأنهم سرعان ما سيتم إنزالهم من طائرة إلى مكان غير مألوف ومعاد إيران وكان من بين الحضور وولتر شليمبرغ الذي كان مسؤولا عن الاستخبارات الخارجية لألمانيا النازية الذي علم في وقت سابق أن فرانس ماير بأعجوبة لم يكن ميتا أو معتقلا ولم ينجو فقط لكنه أنشأ أيضا شبكة سرية من المتعاطفين الألمان في طهران أرسل ماير إحداثيات مناطق الإنزال الآمنة خارج طهران بمساعدة شبكته خطط النازيون الإسقاط الأسلحة والمتفجرات من الجو وتدريب الرجال لتعطيل خط السكة الحديد المستخدم في إيصال الأسلحة إلى الصوفيات وأطلق على المهمة اسم عملية فرانس لكن الرجال الستة تمكنوا فقط من تحقيق الهدف الأولي للبعثة المتمثل في إقامة اتصال مع ماير بدأ النازيون التخطيط لمهمة أخرى لإنزال فريق من العملاء بالمظلات في إيران لترتبط بجاسوس ألماني آخر على الأرض لتخريب خطوط السكك الحديدية والأهداف الأخرى وتوفير الأسلحة والمال للمتعاونين المحليين واستكمال مهمة عملية فرانس وكان المشرف على تدريبهم في ربيع عام 1943 أوتوس كورزيني وهو ضابط مخضر في منظمة هتلر شبه العسكرية SS وخبيرا في الهندسة والمتفجرات والتدريب على الطيران والأسلحة المتقدمة والقيادة في المعركة أصبح أوتوس كورزيني المدرب الرئيسي للعمليات الخاصة لأجهزة المخابرات الأجنبية النازية الأمور على الأرض لم تكن في صالح الألمان فقد كان مكتوب الأمن الدفاعي البريطاني يطارد النازيين ففي الرابع عشر من أغسطس 1943 اكتشف البريطانيون مخبأ نازيا سريا حيث عثروا على جهاز إرسال لاسلكي ألماني كما اعتقلوا أحد المظليين في العملية ورقيبا أولا في الجيش الإيراني كان يجند للحركة المحلية الموالية للنازية لكن الاكتشاف الأكثر أهمي في تلك الليلة كان عندما تم القبض على طبيب أسنان محلي يدعى الدكتور كويتسي الذي كان حلقة الوصل بين حركة مليون المقاومة سرية المحلية المؤيدة للنازية ومشغلي اللاسلكي الألمان في مجموعة روكسترو المظلي الألماني وكان كويتسي هو خال ليلة سنجاري التي ارتبط بها فرانزماير الجاسوس الألماني المهم والتي كانت سببا رئيسيا في بقائه في إيران كما قلنا وتبين أنها كانت على علاقة بمخبر أمريكي سنتكلم عن هذا بعد قليل حرب الجواسيس لا يوجد سجل محدد لموعد وكيفية علم الألمان لأول مرة أن طهران مكان محتمل للاجتماع في أواخر سبتمبر فور ذكر قادة الحلفاء لأول مرة في المرسلات لطهران بدأ النازيون في التحضير لمهمة سرية جديدة في طهران تسمى عملية نورما والتي سيشرف عليها سكورزيني المدرب الرئيسي للعمليات الخاصة لأجهزة المخابرات الأجنبية النازية بدأ الأمر مجرد مصادف أن قادة الحلفاء اختاروا مدينة قضت فيها وكالات التجسس النازية وقتا طويلا ومواردا لبناء بنية تحتية استخباراتية الأمر الذي سيستخدمه النازيون لمصلحتهم لكنهم لم يعرفوا أن ظروف فرانز ماير لم تعد كما كانت فأولا كان يأتمن ليلى المرأة الإيرانية على كل أسرار التحذيرات والعمليات النازية وما لم يعرف أن ليلى كانت على علاقة سرية بروبرت ميريك وهو مخبر في فيلق مكافحة الاستخبارات الأمريكية وكان ميريك ينقل كل هذه المعلومات إلى رئيس المخابرات البريطانية في طهران ثانيا بعد القبض على طبيب الأسنان الإيراني الدكتور كويتزي في الرابع عشر من أغسطس قاد المخابرات البريطانية إلى ماير وفي غضون أيام قليلة بدأ ماير التعاون مع المخابرات البريطانية ولم يعلم الألمان بالأمر إلا بعد ثلاثة أشهر ففي العشرين من أكتوبر أخبر مرسال يدعى فيروز كان قد غادر إيران مؤخرا وعبر الحدود إلى تركيا المخابرات الألمانية المتمركزة هناك أنه تم القبض على ماير كانت أنباء مروعة هذا يعني أن شبكة ماير قد تعرضت للاختراق والأسوأ من ذلك أنه حدث قبل أكثر من شهرين هذا يعني أن النظيين كانوا يخططون لمهمات دون أن يدركوا أنهم لم يعودوا قادرين على الاعتماد على ماير وشبكته للحصول على الدعم لكن ضربة حظ مفاجئة كانت قاب قوسين أو أدنى من الحدوث لصالح الألمان سنعرفها لاحقا مشكلة في طهران عرف الألمان أن قادة الحلفاء الثلاثة كانوا سيقيمون في نفس المدينة مما أعطاهم فرصة للقيام بعملية واحدة لكن المشكلة كانت في تحديد الوقت الصحيح لعقد القمة مما يجعل من الصعب على القتل المحتملين تحديد اليوم والوقت المناسبين للتنفيذ لكنهم كانوا يعلمون أن الثلاثين من نوفمبر هو أيضا عيد ميلاد شرشل ومن المحتمل أن يكون جميع القادة الثلاثة في نفس الغرفة لتناول عشاء عيد ميلاد شرشل بعد كل ما حدث لما يروى شبكته استطاع الألمان مواصلة خطتهم وسنعرف لاحقا ما هي ضربة الحظ التي ساعدتهم في ذلك ومن هو شيشرون الذي أهدى الألمان مخرجا بعد ورطتهم كان مايك رايل عميلا أمنيا مسؤولا عن الاستكشاف وتأمين المواقع لرحلة روسفيلت إلى طهران التقى بالجنرال ديمتري أركاديف ضابط رفيع المستوى في جهاز المخابرات السوفيتي المسؤول عن تأمين رحلة ستالين قام معا بتفقد الترتيبات الأمنية في طهران علموا أن الألمان أنزلوا مظليين بالقرب من طهران لكن لم يعلموا أو بدأ أنهم لا يعلمون حينها مهمة هؤلاء تخريب خط السكة الحديدية أو اغتيال قادة الحلفاء لكن كان لدى الروس معلومات حول المهمة بفضل اختراق استخباراتي سنذكره لاحقا بعد تمشيط المدينة بحثا عن النازيين لعدة أيام عثرت المخابرات الروسية كما قلنا سابقا على ستة من المظليين يعملون في مخبأ سري ويستخدمون جهاز إرسال لاسلكي لإرسال رسائل مشفرة إلى برلين أجبر الصوفيات أحد الألمان على إبلاغ برلين بأنه قد تم أسرهم وأن العملية تعرضت للخطر على أمل أنه بمجرد سماع برلين للأخبار ستقوم بإلغاء المهمة كان من المقرر أن يقيم روسفلت في مقر المفوضية الأمريكية في ظواح المدينة لكنها معزولة على عكس السفارتين الروسية والبريطانية المتجاورتين بوسط المدينة وصل روسفلت إلى طهران في السابع والعشرين من نوفمبر وتم اصطحابه إلى المفوضية الأمريكية وكان من بين مرافقه السفير الأمريكي هارما الذي أخبر أن محاولة اغتيال محتملة يتم التخطيط لها من قبل الألمان وبعد أن شرح له الوزير الروسي للخارجية مولوتوف الموقف الكامل وخطورة الوضع اقترح نقل الرئيس روسفلت إلى مقر السفارة الروسية كان المجمع السوفيتي كبيرا والمجمع البريطاني كان بجواره تماما كان سيكون أكثر أمانا لروسفلت وسيكون نقله إليها أسهل من انتقال كل من ستالين وشيرجيل إلى المفوضية الأمريكية للقاء روسفلت وقد بدأ الروس فعلن العمل على تأمين سفارتهم بشكل أكبر التقى السفير هارما ومايك رايلي المسؤول عن تأمين رحلة الرئيس لمناقشة الخيارات وأخبر روسفلت أن حياته كانت في خطر كانت خطة رايلي لنقل الرئيس مبنية على التمويه ابتكر جهاز الخدمة السرية موكبا مزيفا برئيس مزيف لإلهاء القتلة المحتملين ليتم نقل روسفلت في سيارة منفصلة غير معلمة لنعد لحرب الجواسيس قبل وصول القادة الثلاث إلى طهران أي في أواخر أكتوبر 1943 تلقى مكتب وزير خارجية هتلر واكين ريبنتروب رسالة عجلة تحتوي على صور لوثائق سرية تخص السفير البريطاني في تركيا السر هوكي هوكسن جاءت الوثائق من تركيا التي كانت أنذاك دولة محايدة في الحرب لكنها قريبة جغرافية من إيران لذلك ستكون تركيا موضوعا واضحا للمحادثات خلال مؤتمر الحلفاء في المنطقة مما يعني أن السفير البريطاني في تركيا سيكون مطلعا على المناقشات رفيعة المستوى حول الاجتماع المقترح بالإضافة إلى الوثائق الدبلوماسية شديدة الحساسية احتوت الصور على مراسلات بين السفارة البريطانية في أنقرة ووزارة الخارجية في لندن بالإضافة إلى مراحضات خاصة على يد السفير لقد كان انقلابا استخباراتيا استثنائيا تم إرسال الصور من قبل الخادم الشخصي للسفير البريطاني الذي اتصل بجهات اتصال بالحكومة الألمانية في أنقرة وعرض عليهم بيع الصور مقابل مبلغ كبير كان الخادم الذي أطلق عليه النازيون لقاب شيشارون على استعداد لمواصلة التقاط الصور لأوراق السفير طالما استمر الألمان في الدفع له بحلول أوائل نوفمبر كان شليمبرغ المسؤول عن الاستخبارات الخارجية الألمانية النازية يتلقى الصور بانتظام قدمت وثائق شيشارون معلومات مفصلة حول الاجتماع المقبل في طهران دعا هتلر كلا من شليمبرغ واسكورزيني لمناقشة استخدام المعلومات من الوثائق لتعطيل القمة وهكذا تمكن الألمان بفضل شيشارون من مواصلة خطتهم على الرغم مما حدث في طهران وما حدث لماير لكن الصوفيات من جهة أخرى كانوا على وشك تحقيق اختراق استخباراتي من جسوس صوفيتي سري في غرب أوكرانيا كان الجسوس نيكولاي كوزينتسوف قد أقام صداقة مع ضابط العمليات الخاصة الألماني المسمى هانز فون أورتل الذي كان بحاجة ماسة للمال وهذا ما استغله الجسوس الروسي بطبيعة الحال أخبره الضابط الألماني أنه كان جزءا من فريق يخطط لمهمة خاصة سرية للغاية في إيران بقيادة سكورزيني وقام الجسوس نيكولاي كوزينتسوف بالطبع بنقل هذه المعلومات مباشرة إلى موسكو ولهذا كان للروسي أفضلية على الألمان في طهران وتمكنوا من القبض على بعض المظليين النازيين الذين أنزلوا لتنفيذ عمليات الإغتيال قمة طهران في الجلسة الأولى ناقش القادة الموضوع الأكثر أهمية عملية أوفرلورد الهجوم على النازية في فرنسا عبر القناة الإنجليزية أراد شيرشيل الحفاظ على مرونة تاريخ بدء الهجوم بعبارة أخرى كان يريد تأخيرها بالنسبة لستالين بدى هذا وكأنه تكرار آخر لكل ما سمعه خلال العامين الماضيين لم تحل القضية وانتقل القادة إلى مواضيع أخرى في اليوم الثاني من القمة ناقشوا موعد عملية أوفرلورد مرة أخرى أصر ستالين على تحديد التاريخ في ربيع 1944 وفق روسفلت على ذلك لكن شيرشيل وفريقه ظلوا يناظلون من أجل المرونة في الموعد توطرت الأجواء بعد أن قيل لشيرشيل أنه يبدي نوعا من اللطف تجاه الألمان خرج الأخير من الغرفة غاضبة لكنه عاد بعد أن أقنعه كل من ستالين ومولوتوف بأن الأمر كله مجرد مسحى ثم جاء اليوم الثالث والأخير من القمة والذي كان أيضا عيد بلاد شيرشيل أدرك أنه يخوض معركة خاسرة في محاولة لتأخير الهجوم وهكذا استسلم برضا واجتمع القادة الثلاثة لمناقشة التفاصيل اتفقوا على أن العملية ستتم في مايو التالي ووعد ستالين بشن هجمات متزامنة لتحييد القوات الألمانية المتمركزة شرقا ومنع نقلها إلى الغرب كما اتفقوا على وضع خطة تغطية لإرباك العدو وخداعه فيما يتعلق بالوقت والمكان الفعليين للضاربات المشتركة وفي الوقت الذي كان القادة يحتفلون بعيد ميلاد شيرشيل كانت فرق الأمن مشغولة للغاية حيث كانت تمشط الأرض بحثا عن متفجرات أو أي محاولات لأعمال تخريبية أو أي دليل على نشاط الألمان لكن الحفل انتهى دون وقوع حوادث وخرج القادة الثلاثة من المدينة في غضون ست وثلاثين ساعة وبدأ أن الألمان ألغوا بالفعل العملية بعد وقوع ستة مظليين في قبضة الروس كانت أكبر عملية مشتركة في تاريخ الحرب فقد اجتملت على خمسة ألاف وثلاثمائة سفينة وألف وخمسمائة دبابة واثنى عشر ألف طائرة وما مجموعه مائة وخمسين ألف جندي في الموجة الأولى وتأجلت العملية لعدة أسابيع بسبب سوء الأحوال الجوية علم النازيون أن قوات التحالف ستغز فرنسا لكنهم لم يعرفوا أين ومتى بالضبط ثم في صباح يوم ستة يونيو ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين بدأ الحلفاء هجومهم الذي طال انتظاره هبط حوالي مائة وستة وخمسين ألف جندي على شواطئ النورماندي بفرنسا بعد عبورهم للقناة الإنجليزية في أكبر عملية إبرار في التاريخ والإبرار وإنزال الجنود من البحر إلى البر وبنهاية أغسطس كان عدد الجنود قد وصل إلى ثلاثة ملايين مقاتل استمرت عملية أوفرلورد أو معركة نورماندي كما يسميها البعض لأكثر من شهرين بحملات تهدف لتثبيت أقدام الحلفاء في فرنسا وانتهت بمعركة جيب فالز وتحرير باريس في 25 أغسطس 1944 واكتمال انسحاب الألمان لما وراء نهر السن في الثلاثين من أغسطس من العام نفسه النهاية في الثلاثين من أبريل 1945 انتحر هتلر مطلقا النار على رأسه انتهى الحزب النازي وقام الحلفاء بمسح كل ألمانيا وأراض المحور السابقة للعثور على المسؤولين النازيين الباقين تم القبض على وولتر شليمبرغ الذي كان مسؤولا عن الاستخبارات الخارجية لألمانيا النازية قبض كذلك على أوتوس كورزيني وقد تم استجوابه عشرات المرات ولكن لم توجه له أي تهمة لكنه بقي محتجزا في إطار برنامج اشتثاث النازية في عام 1948 هرب من سجن الحلفاء وذهب للعمل لحساب جهاز الموساد بعد الحرب أعاد البريطانيون اعتقال فرانز ماير لكنه هرب وبعد فترة طويلة من التنقل من مكان إلى آخر نجح في النهاية في إدارة شركة استيراد وتصدير في هومبورغ ألمانيا أخيرا هل المؤامرة النازية حقيقة؟ بالنسبة لأي مسؤول نازي سابق أو ضابط عسكري ألماني يعني الكشف عن مشاركته في مؤامرة لقتل قادة الحلفاء أو حتى الكشف عن معرفة سرية بهذه المؤامرة قد يكون حرفيا انتحارا ولم يتم العثور على أي وثيقة تثبت العملية فقد دمرت كل الوثائق الحساسة فالأشخاص الوحيدون الذين يعرفون تفاصيل المؤامرة هم النازيون الذين خططوا لها لكنهم لم يعترفوا بها أبدا ترك عدم وجود أي دليل حقيقي من الجانب النازي بعض الأسئلة العالقة إذا لم تكن هناك مؤامرة اغتيال حقيقية ومثبتة فلماذا يخترع الصوفيت واحدة؟ فهم أول من كشف القصة وتذكر تقارير أمريكية كتبت إبان الحرب الباردة أن مؤامرة طهران كانت خدعة من جانب الصوفيت ويعتقد أنهم أرادوا التنصت على روسفيلت خلال القمة ويقول آخرون يدافعون عن صدق ما حدث أن تلون مؤامرة طهران بالحرب الباردة في هذه الحقبة من العدوات المتصاعدة بين الغرب والاتحاد الصوفياتي لم يستطع الأمريكيون والبريطانيون سماح للصوفيت بأن يكونوا الأبطال الذين أنقذوا الموقف في وقت لاحق قال أوتوس كورزيني الذي ورد اسمه مراراً وتكراراً في المؤامرة أن محاولة الإغتيال قد حدثت حقيقة لكن المشككين في المؤامرة يقولون أن شهادة أوتوس كورزيني ليست كافية وحدها لإثبات المؤامرة بدون وثائق واعترافات لكبار قادة النازية لكن في النهاية يقول الكاتبان من الصعب أن نتخيل في هذه الظروف أن القيادة النازية لن تحاول اغتنام الفرصة لضرب الثلاثة الكبار خلال قمتهم في طهران تكلفة الفشل ستكون ضئيلة خسارة بضع عشرات من الرجال لكن مكافآت النجاح ستكون هائلة وكذلك بالنظر إلى المخاطر الهائلة التي كان يوجهها الاتحاد الصوفيتي في تلك الفترة هل كان ستالين قد جزف حقا بتدمير مصداقيته والمجازفة بتدمير التحالف عن طريق الكذب الصارخ على الأمريكيين ولعب خدعة متقنة على روسفلت عشية المؤتمر ذاته الذي اتفق فيه على الهجوم الذي كان يناظل من أجل بدئه مدة عامين في عام 2003 في الذكرى الستين لمؤتمر طهران عقد مؤتمر صحفي روسي للإعلان عن نشر كتاب جديد بعنوان طهران 43 من تأليف يوري كورنس كان أحد المتحدثين في المؤتمر الصحفي نائبا سابقا لرئيس الكي جي بي يدعى فادم كيربيتينكو وزعم أن المؤامرة النازية حقيقة ما رأيك أنت عزيزي؟ أخبرنا في التعليقات وإذا أعجبتك نوعية هذه الكتب أخبرنا حتى نعمل على تلخيص المزيد منها كنت معكم أنا سعيد ويلد محمد من قناة أوديو تاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر